بسم الله الرحمن الرحيم ما هو المستحب للمصلي في المسجد يوم الجمعة قبل أذان الظهر؟ هل يستحب له قراءة القرآن أو الاستماع إلى درس الجمعة أو الذكر؟ هناك مساجد تعمل على بث إذاعة القرآن الكريم والمصلون يستمعون هناك مساجد يوزع فيها مصاحف على المصلين لقراءة القرآن ريثما يحين الأذان وهناك مساجد تخصص درسا لتوعية المصلين درس الجمعة وهناك من يشغل نفسه بالذكر وهناك من يشغل نفسه بصلاة السنة القبلية أيها الأولى ما هو المستحب؟ ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ حقيقة الثابت أن ينشغل بصلاة النفل مطلق التنفل إلى أن يصعد الخطيب على المنبر هذا هو المستحب وهذا هو الثابت وهذا هو الأولى الدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى إذن على المصلي بعد صلاة تحية المسجد أن يتطوع بالصلاة قبل الجمعة بما تيسر له من حين دخوله المسجد إلى أن يصعد الإمام على المنبر والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته